خلونا نبدأ مع حضراتكم زي ما تعودنا دايما بأهم أخبار مبارح كمان والنهاردة هنبدأ معكم أولا من اللقاء جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالة سعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد معيد وزير المالية بحضور السيد أحمد كاجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور إهاب أبو العيش نائب وزير المالية للخزانة العامة والسيد محمود منتصر العضو المنتدب لمجلس الاستثمار القومي خلال الاجتماع ده الحقيقة تم أوصرح المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية إنه الاجتماع كان فيه استعراض من قبل وزير التخطيط لنشاط بنك الاستثمار القومي وده واحد طبعا من إحدى أجهزة الدولة الاقتصادية والاستثمارية اللي لها دور في تعبئة التمويل المحلي اللي بيتم من خلاله أيضا دعم المشروعات المتنوعة طبعا منها المشروعات القومية بالإضافة إلى دخول البنك كمساهم مباشر في العديد طبعا من المشروعات الكبرى زي ما قلنا لحضراتكم في إطار الخطط التنفيذية اللي الدولة طبعا اللي بتهدف في النهاية لأحداث قدر من التنمية التنمية